تمكنت مملكة البحرين من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في العام الماضي بحجم غير مسبوق بلغ 6 مليارات و 800 مليون دولار أمريكي وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وساهم ذلك في نمو الأرصد التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة لتصل إلى 43 مليار دولار ومليون في العام 2023 من جانبها أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة العام الماضي يعكس ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم كما أشارت الوزيرة إلى أن مملكة البحرين أثبتت موقعها كوجهة مثلة تمكن أبرز الشركات من الاستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم وأكدت سعي مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية وذلك بدعم من فريق البحرين بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر